بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بيجوم في قناة تفسير احلام ورجيع الشرعي. النهاردة هنتكلم عن اهم ثلاث ثور في المنام. هنتكلم عن اهم ثلاث ثور ممكن نشوفهم آآ بيدلوا على آآ اخبار سعيدة آآ بيدلوا على تحقيق امنية كمان على آآ زرية على توبة وهداية. هنحاول نجمع اكبر آآ قدر من المعلومات الخاصة بالصور دي. آآ اول صورة من القرآن الكريم هي آآ صورة الاعراف. آآ رؤية صورة الاعراف في المنام آآ اولا من الرموز المبشرة بخلاص من هموم بخلاص من مشاكل. آآ كمان آآ صورة الاعراف آآ بتبشر الرأي بقدرته على آآ وصوله لهدف او تحقيقه لامنية. كمان صورة الاعراف بتضل على التفوق في الدراسة او في العمل. آآ برضو صورة الاعراف من الرموز المبشرة بتوبة والرجوع لله سبحانه وتعالى. وكمان تيسير آآ في الامور الشقة. آآ صورة الاعراف للفتاة العزباء آآ لما تشوف ان هي آآ بتقرأها آآ من الرموز المبشرة لها برزق. وكمان بحصلها على مال ومال آآ حلال. كمان صورة الاعراف من الرموز المبشرة لها بزوال هم وتحقيق آآ امنية آآ او موح كانت بتتمنى انه يتحقق. كمان الفتاة العزبية متشوف ان هي بتتلو صورة الاعراف بصوت آآ جميل فدي بشارة لها بالنجاح في حياتها آآ بشكل عام. آآ كمان المرأة المتزوجة. المرأة المتزوجة برضو لم تشوف ان هي آآ آآ بتقرأ صورة الاعراف. فدي برضو من الرموز المبشرة ليها آآ بمال حلال آآ هتحصل عليه آآ بزوال خلافات آآ كمان من الرموز اللي بيضل على استقرار في حياتها الزوجية. كمان المرأة المتزوجة آآ لما تشوف انها بتقرأ آآ سورة الاعراف فده آآ خلاصها آآ من هموم آآ وكمان هيكون بشارة ليها بالحمل وكمان آآ بالحمل في آآ ولد والله اعلم واعلم. كمان المرأة المتزوجة لما شوف انها بتدلو سورة الاعراف بصوت جميل فمن الرموز المبشرة برضو آآ آآ على حصولها على آآ وظيفة جديدة آآ والوظيفة دي هتعود بمنفعة آآ عليها. كمان سورة الاعراف آآ للرجل آآ برضو من الرموز لو كان آآ هو متزوج وعنده خلافات فمن الرموز المبشرة بزوال الخلافات بآآ قدوم زرية باستقراره بحياة هدية آآ كمان آآ لو كان هو غير آآ متزوج فبشارة لي آآ بالزواج من ختاة على خلق. آآ كمان سورة الاعراف للرجل بشارة لي بتيسير في اموره آآ خصوصا لو كان عنده امر صعب او امور معطلة. الرمزة التانية او الصورة التانية معانا نهاردة هي صورة الشمس. آآ صورة الشمس من الصور برضو المبشرة برفعة وكمان آآ ببداية جديدة في حياة الرأي. آآ كمان صورة الشمس ما شوف الرأي ان هو بيقرأها بصور جميل فده آآ معناه انه هينول علم. كمان اقرأت آآ او رؤية صورة الشمس للفتاة العزباء آآ بشارة ليها بالزواج من رجل ورجل حكيم. كمان للمرأة المتزوجة بشارة ليها بالزرية. آآ كمان صورة الشمس من الرموز برضو اللي بيطلع على النصر وعلى غلبة للرأي لو كان فيه خصومة فبشارة بغلبة للرأي. كمان آآ صورة الشمس من الرموز اللي بيطلع على ولادة الطفل وفي الغالب بيكون ذكر والله واعلم. آآ واعلم. كمان آآ ترتيل او كراءة صورة الشمس بشارة بعلو شأنه وبمكانة آآ هيحصل عليها انرائي بين الناس. كمان لما يشوف ان في حد بيعطيه آآ صورة الشمس وبيحتفظ بيها فمعنى كده انه آآ هيورس علمه هيورس آآ سكاء وفتنة. آآ كمان صورة الشمس آآ من الرموز برضو اللي بتطلع على توبة وعلى ندم. آآ اللي الرأي على فعل او سلوك كان آآ بيعملو. كمان صورة الشمس برضو من الرموز المبشرة آآ بفعل آآ تعاد ويتقرب آآ من الله سبحانه وتعالى. آآ كمان آآ صورة الشمس آآ لما يشوف انه هو بيقرأها آآ في المنام بعدد معين يعني لما يشوف انه بيقرأها آآ سبع آآ مرات فدي بشارة بفرج. آآ بشارة بخروب من ديئة. كمان آآ صورة الشمس برضو آآ من الرموز اللي بتدل على آآ انه هو هينال امنية او هينال طلب كان بيتمنى انه يحصل آآ عليه. آآ كمان آآ سماع آآ صورة آآ الشمس برضو من الرموز اللي بتدل على آآ قدوم بشارات آآ 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 للآ الرأي آآ كمان نصر على آآ آآ عدو آآ برضو من الرموز اللي مبشرة بآ آآ آآ ترقية او زيادة في الاجر او آآ آآ مكافأة آآ كمان آآ من الرموز برضو اللي بتدل على قوة ايمان الرأي. الزورة التالتة معانا النهاردة وهي سورة البكرة. آآ سورة البكرة في المنام برضو آآ من الرؤى اللي بتدل على تبديل آآ في احوال الرأي وتغيير آآ في احواله للأفضل. آآ كمان آآ كراءة سورة البكرة برضو من الرموز اللي بتدل على حسن للرأي آآ من حسد او آآ من سحر او بطلون آآ آآ كمان آآ سورة البكرة لفتاة العزباء بشارة بتحقيق آآ 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 بتحقيق طموح. كمان للمرأة المتزوجة ده خروق من ديئة او خروق من آآ 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 سورة البكرة كمان بتدل على آآ 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 عمل صالح الرأي بيقوم به على تعاط على خير وبركة آآ آآ قادمة آآ آآ لي. آآ آآ كمان بتدل على هداية آآ آآ وعلى آآ 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 آ� العين. كراءة سورة البكرة كاملة في المنام ده طول عمر اللي الرأي كمان آآ التزام بضعات آآ كمان بركة في المال وكمان في الاولاد. كمان سورة البكرة برضو من الرموز اللي آآ بتدل على آآ رزق هيرزق به خصوصا لما يشوف انه هو بيقرأها بعدد معين يعني ما يشوف انه بيقرأها اربعين مرة. او ان هو قرأها اربعين مرة. فدي بشارة بتحقيق آآ هدف وصوله لامنية. آآ كمان بتدل على رزق ورزق مبارك هيحصل آآ عليه. اما يشوف ان هو بيقرأها على الجن آآ ولا يعوز بالله فده بشارة بابطال اعمال سحر ونجام من الازه وكمان تحسين وحفظ آآ من قبل الله. آآ كمان آآ قراءة سورة البكرة على جن الحد ما اختفى فده نجاة من ازا ومن شر. آآ برضو آآ سورة البكرة من الرموز برضو اللي بتدل على امن وعلى طمأنينة وعلى آآ صلاح حال انرائي آآ بشكل عام. خواتيم سورة البكرة لما يشوف انه بيقرأ خواتيم سورة البكرة فده اصلاح آآ لي آآ احواله وكمان آآ من الرموز اللي آآ مبشرة لي بتيسير آآ آآ اموره لو كان عاصي كمان بشارة لي بالطوبة وآآ آآ بالقرب من الله سبحانه وتعالى. كمان سمع سورة البكرة في المنام ده خروج من ديئة آآ آآ زوال للهم زوال للحزن آآ برضو صلاح حال آآ آآ لي الرائي وهداية وتقوى. لما يشوف انه بيسمحها في البيت فده حفظ الاهل البيت من شر او من مكر. اما يشوف ان فيه شخص هو اللي بيقرأها فده آآ آآ معنا كده ان هو هينول نصح وارشات آآ من شخص آآ كمان سمعها في آآ مسجد دي حماية وامن للرائي. آآ سمع آية الكرسي ده تحسين من الشياطين كمان آآ تحسن في احوال الرائي وكمان آآ بشارة بآآ قرب من الله سبحانه وتعالى وبكسرة التعاط. آآ دول كده اهم ثلاث آآ آآ سور ممكن نشوفهم في المنام يكونوا بيدلوا على آآ بشارات آآ للرائي. احنا عملنا في القناة اكتر من آآ فيديو انت اقدروا تشوفوا في آآ صور تانية كتير آآ بتمنى ان يكون الفيديو احجبكم. لو في اي استفسار او سؤال اكتبوا لي تحت. وانا ان شاء الله هردها عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلام.